السلام عليكم مرحبا بكم في قناة القراوين OpenCourseWare بعدما تعرفنا في الحصص الماضية على التيار الكهربائي الجهد الكهربائي والمقاومة الكهربائية اليوم سنسترق إلى الأدوات التي تستعمل عند عملك على دوائر كهربائية أو إلكترونية لكي تقيس شدة الجهد أو التيار أو المقاومة الكهربائية بالنسبة لقياس الجهد الكهربائي نحتاج إلى ما يسمى بالVoltmeter وللستعمال الفولتmeter لقياس شدة الجهد فأنت تريد مثلا أن تقيس شدة الجهد ما بين A و B فأنت تستعمل الفولتmeter وتربطه ما بين قطبي المقاومة أو فرق الجهد الذي تريد أن تقيس فمن الناحية النظرية فالVoltmeter به مقاومة جد كبيرة يعني تأول إلى مال نهاية بحيث أن هنا لا يمر طيار كهربائي وأن تتقيس يعني 100% فرق الجهد هنا لكن من الناحية العملية فالVoltmeterات بها مقاومة داخلية قيمتها بعد مئات الميجا أوم يعني مليون أوم يعني بعد مئات الميجا أوم وبالتالي سيمر طيارا قليل إلى الفولتmeter بحيث أن هنا سيكون فرقا للجهد وبالتالي فما سيقيسه الفولتmeter فهو ليس فرق الجهد بين A و B ولكن هو فرق الجهد ما بين C و B وبالتالي فسيكون غلطا ما فالغلط سيكون صغيرا لكنه موجود لقياس شدة التيار يستعمل الأوم متر يرمز له بهذا الرمز هذا هو الأوم متر المثالي بحيث أنه قاومته الداخلية هي صفر لو تريد قياس تيار الذي يمر بمقاومة ما أو بجهاز ما فأن تتربط الأوم متر على التوالي مع ما تريد أن تقيس له التيار وإن كان الأوم متر مثالي فهنا لن يكون فرقا للجهد بحيث أن مقاومة الداخلية صفر لكن عمليا فالأوم متر يتكون كذلك من مقاومة داخلية يعني هي جد صغيرة بحيث ستكون عندك مقاومة هنا وبالتالي فهذه المقاومة الصغيرة ستؤثر في التيار الذي يمر نظر للقانو الأوم لن تكون فقط هذه المقاومة بل مقاومة صغيرة وبذلك نظر لقانو الأوم فسيمر تيارا آخر غير التيار الذي يمر إن كانت فقط هذه المقاومة ولقياس مقاومة كهربائية يستعمل ما يسمى بالأوم متر هذا هو رمزه المثالي بحيث أن أوم متر مثالي به مقاومة داخلية صفر أوم لكي تقيس مقاومة ما أنت تحتاج إلى أوم متر ما بين القطبي يعني على التوازي مع المقاومة التي تريد أن تقيس لكن كذلك الأوم متر فبه مقاومة داخلية يعني صغيرة جدا بعض أزاء من الأوم وبالتالي فأنت لن تقيس فقط هذه المقاومة لكن هناك مقاومة داخل الأوم متر على التوالي مع هذه المقاومة يعني النتيجة لن تكون 100% صحيحة يعني يكون غلطا من 2% غلط أو 3% من القيمة الصحيحة فغالبا الفولت متر والأوم متر والأوم متر توحد في جهاز يسمى مالتي متر مثلا بحيث أنك ممكن أن تقيس الجهد أو تقيس المقاومة أو تقيس الشورت مثلا أو تقيس التيار الكهربائي لقياس مثلا المقاومة أو التيار الكهربائي فأنت تستعمل هذه القطبين وهذا المؤرد أو الـ Ground وهنا يعني تربط القطب الآخر بهذا القطب ولقياس التيار تستعمل هذا القطب مع المؤرد يعني هذه نوعين من المالتيمتر هذا Digital Multimeter وهذا Analog Multimeter فمثلا هذه إدارة كهربائية بسيطة بها بطارية ومقاومة كهربائية ويمر بها تيار كهربائي هذا هو اتجاه الإلكترونات كما قلنا في حصص ماضية فاتجاه التيار التقديدي هو هذا يعني بالنسبة لبنية من فرانكلين وهذا قلنا بأنه هو تيجاه الإلكترونات فإن أردت أن تقيس التيار الكهربائي فتفتح مثلا من القطب الموجب أو من القطب السالب الدارة وتربط الـ Arm Meter الموجب مع الموجب والسالب مع السالب على التوالي مع البطارية والمقاومة الكهربائية وبالتالي فأنت ستقيس التيار الكهربائي بالنسبة لقياس شدة الجهد الكهربائي فأنت تربط الفولت متر على التوازي مع فرق الجهد الذي تريد أن تقيسه هذا هو تيجاه الكهربائي يعني هذا سيكون هو الجهد الأكبر وهذا هو الجهد الأصغر بين قطبين المقاومة وبالتالي فستربط الموجب بهذا القطب والسالب بهذا القطب فإن قلبتهما فليس مشكل لكنك ستقيس قيمة سالبة للجهد الكهربائي وكذلك لو قلبت الأممتر فستقيس تيارا سالبا وبالنسبة للمقاومة الكهربائية فأنت يجب عليك أن تفتح الضارة من القطب الموجب والسالب لكي تقيس قيمة المقاومة الكهربائية على التوالي بالأممتر لأنك لو لم تفتح الضارة وقصت مقاومة الكهربائية فأنت لن تقيس فقط المقاومة الكهربائية شدة المقاومة الكهربائية بل ستقيس كذلك يعني مقاومات أخرى بالضارة فهذا مثال مثلا لقياس الجهد أو التيار أو المقاومة ففي كل حالة فالمقاومة الداخلية للفولتمتر أو للأممتر أو للأممتر تصبح جزءا من الدائرة الكهربائية وبالتالي فهنا مثلا نريد قياس الجهد الكهربائي ما بين قطبي آتي المقاومة فإن كان الفولتمتر مثاليا فأنت ستقيس أربعة فولت يعني على حسب علاقة مقاومة الجهد فإن لم يكن هنا الفولتمتر فستقيس أربعة فولت لكن بكون الفولتمتر عنده مقاومة من قيمة مائة ألف أوم فهذه المقاومة ستغير من النتيجة بحيث أن سيكون عندك ثلاثة في المائة من الخطأ يعني من القيمة الأصلية وبالتالي ستقيس ثلاثة فاصلة تسعة فولت بالنسبة للتيار الكهربائي كذلك فأنت لو قصت بأوم متر مثالي ولو لم تكن هنا مقاومة فسيكون الثلاثة الكهربائي الذي يمر بالضارة هو 1.5 مقسم على 10 يعني سفزل 15 أمبار لكن بكون بأن الأوم متر به مقاومة داخلية فهي ستغير من النتيجة بـ 2% وبالتالي فستقيس 147 ميلي أمبار بالنسبة للمقاومة الكهربائية كذلك لو قصت شدة المقاومة الكهربائية بأوم متر مثالي فأنت ستقيس 22 أم لكن بكون أن الأوم متر به مقاومة داخلية مثلا من قيمة 1 أم فسيكون عندك غلط وبالتالي ستقيس 23 أم فهذا مثلا الفولت متر وأنت عندك دارة بسيطة يعني بطارية على التوالي مع مقاومة كهربائية ومع ليد وإن أردت أن تقيس شدة الجود ما بين قطبي الليد فيجب عليك أن تربط القطبة الموجب للفولت متر مع القطبة الموجب للليد والقطبة السالبة مع المؤرد وبالتالي فأنت ستقيس مثلا 4.79 فولت لأن هذا ما هو إلا مقسم للفولت فكلما غيرت مقاومة الليد كلما تغيرت شدة الجود الكهربائي بالدارة ولقياس تيار الكهربائي أنت ستستعمل نفس المالتي متر لكن في هذه الحالة أنت تريد أن تقيس تيار يعني يجب عليك أن يكون الأم متر على التوالي مع المكونات الضارة وبالتالي فأنت تربط القطبة الموجب للأم متر مثلا بهذا القطب والقطب السالب بالمؤرد ويمكن لك أن تقيس شدة التيار الكهربائي فإن غيرنا المقاومة هنا أنت عندك 9 فولت يعني 9 فولت مقسومة على 10 كيلو أوم بالتالي سيكون هناك 900 ميلي أمبير وإن غيرت مثلا المقاومة ستغير كذلك شدة التيار الكهربائي بعدما نوع آخر من المالتي متر بحيث أنك ممكن أن تقيس به كذلك مقاومة كهربائية شدة المقاومة الكهربائية أو شدة التيار أو شدة الجود هنا نقص شدة الجود بين أقطابي هذه المقاومة فإن غيرنا من قيمة هذه المقاومة فسيتغير الجود الذي نقصه بين أقطابي المقاومة فإن كانت مثلا قيمتها 100% يعني 1 كيلو أوم فأنت ستكون عندك 2 كيلو أوم وستقسم 12 فولت على 2 كيلو أوم ويجب عليك أن تجد مثلا 6 فولت وبهذه الضارة نقص مثلا هنا على التوالي شدة التيار الكهربائي لتتمر بالضارة فإن كان لدينا 100 أوم زائد 100 أوم على التوالي فسنقسم 12 فولت على 200 أوم وبالتالي فستمر 60 ميلي أمبير بالضارة والمقاومة نقصها هنا نرى بأنها 600 ميجا أوم لأننا لا نقص فقط 100 أوم بل نقص كذلك المقاومات الفولت ماتر وهذه المقاومة فيجب علينا أن نفتح القطبين وإن فتحنا القطبين فسنقص 100 أوم يعني في هذه الحصة تعرفنا على كيف أن نقص الجود الكهربائي أو التيار الكهربائي أو المقاومة الكهربائية يعني لما تكون تشتغل بدارك على دارك كهربائية وتريد مثلا أن تتأكد من سلوك الدارة أو عندك غالط تبحث عنه بهذا سأكون قد انتهيت من هذه الحصة أشكركم على تشبعكم والسلام عليكم